كمان كتير سمعت الفترة الأخيرة على موضوع شيكابالا شيكابالا الإقاف هيتشال شيكابالا ممكن يلعب مباراة القمة شيكابالا وزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبحي بلغ النائب حازم إمام إن من المفترض على حسب اللائحة إن مركز التسوية والتحكيم لابد إن قراراته نافذة هتكلم في القصة دي باستفادة وهكلمكم في موضوع كده لأول مرة حد يحكي فيه يمكن جالي تليفون من أحد الدول الخالجية على الواتس أب من أحد مشجعي نادي زمالك وعنده استفسار بيكلم فيه ولقيت الاستفسار منطقي جدا 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 بيقول يا كابتن خالد هو شيكابالا تم إيقافه بتقرير من الحكام اللي بيديروا هذا اللقاء كان على رأسهم كابتن محمود عشور وتم إيقاف أيضا شيكابالا عن طريق تقرير من مراقب هذا اللقاء في الوقت اللي كابتن أحمد مجاهد طلع على التلفزيون وأعلن إن شيكابالا لم يعني يخطئ في حقه ولم يتلفز بألفاظ خارجة زي اللي اتكتب في التقارير وإنه قال له كلمة واحدة أنت أهلاوي إما الزمالك ومحاميه ومحامي شيكابالا توجهوا لمركز التسوية والتحكيم فمركز التسوية والتحكيم طلع قرار مهم جدا 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 وهو إن عقوبة شيكابالا لا تنفذ ويتم إيقافها فورا طب إيه السبب إيه الحاجة اللي اعتمد عليها مركز التسوية والتحكيم في إن عقوبة شيكابالا المفروض لا تنفذ قال ألف به قانون ولوائح إن اتحاد الكرة المصري ولجنة التظلمات ومن قبلها القرار قبل لجنة التظلمات محققوش مع شيكابالا لم يتم التحقيق مع شيكابالا وبالتالي قانونا اللي العقوبة اللي اتعملت على شيكابالا لا تنفذ لإن اتحاد الكرة لم ينفذ القانون ولم يبلغ نادي الزمالك بإن شيكابالا مطلوب للتحقيق ومحققوش أساسا مع شيكابالا قبل إعلان العقوبة فكل ده يخالف لللائحة التي تنص على التحقيق مع أي بني آدم قبل اتخاذ أي عقوبة تمام كلام منطقي وكلام سليم وده شيكابالا اللي كان موجود في الملعب اللي اتكتب فيه تقرير من مراقب المباراة واتكتب فيه تقرير من حكم اللقاء طب هنا السؤال بيطرح النادي الأهلي توجه لمركز التسوية والتحكيم عشان يقول إن مش من حق إمام عشور ولا من حق أحمد عيد وسيف فاروق جعفر وبعض اللعيبة موليد تسعة وتسعين إن هما يلعبوا حتى بعد إيقافهم لمدة تمن مباريات أو اتناشر مباراة وخد النادي الأهلي حكم بإن لعبهم غير قانوني وبالتالي اتحاد الكرة رفض إنه نفذ هذا الحكم فالتحاد الكرة بدأ يهدد أنا لو عملت الحكم بتاع الشيكابالا فمن المفترض إن أنا أعمل الحكم بتاع إمام عشور وسيف فاروق جعفر وهنا الزمالك ممكن يخسر الدوري وهنا الزمالك ممكن يتخذ منه نقاط لكن الناس ما ركزتش على حاجة مهمة أو يا جماعة والأول مرة هتكلم فيها أو حد يتكلم فيها هو إمام عشور اللي مفيش مرائب مباراة كتب في تقريره حاجة عنه أو أحمد عيد أو سيف فاروق جعفر أو مفيش حكم اللقاء كتب في تقريره حاجة عن هؤلاء اللعبين وإن اللعيبة دول تم إيقافهم بسبب فيديو مصرب على اليوتيوب في قوضة مقفولة طب مركز التسوية والتحكيم مش خد قرار بعدم إيقاف الشيكابالا لإنه لم يتم التحقيق معاه طب إمام عشور نفس القصة إمام عشور وسيف فاروق جعفر ولعيبة 99 ما تحققش معاهم يبقى ليه تم إيقافهم مش المفروض إن الحكم بتاع الشيكابالا بعد منقشته من مركز التسوية والتحكيم بيقول إن دول الناس دول ما طبقوش القانون لإن لم يتم التحقيق مع الشيكابالا ده كمان مكتوب في تقرير مكتوب في تقرير في الشيكابالا ما بالك بقى اللي مش مكتوب في تقرير اللي محدش شافه اللي كانش موجود في الملعب اللي اتوقفوا بفيديو مصرب على اليوتيوب اللي مفيش مرائم مبركة بحاجة عنهم ودول كمان ما تحققش معاهم نهائي فالطبيعي والمنطقي ما طبق على الشيكابالا من المفترض أن يطبق على إمام عشور لإنه برضو لم يتم التحقيق معاه وكمان موقف الزمالك موقف سليم جدا لإن نادي الزمالك تم إيقاف اللاعبين بالفعل تم إيقافهم 8 مباريات و12 مباراة دون وجه حق ودون تحقيق ورغم إيقافهم كل هذا الكم من المباريات فجئنا أن النادي المنافس متضرر أيضا وفجئنا بمركز التسويق والتحكيم بيطلع هذا القرار رغم أن قراره منافي لقرار أو مخالف لقرار شيكابالا بعدم التحقيق إما يكون القانون بيمنع تنفيذ العقوبة بسبب عدم التحقيق فلابد أن يكون القانون مقواحد مع شيكابالا ومع إمام عشور ومع أحمد عيد ومع سيف فاروق جعفر ومع محمد الشناوي ومع أي حد يتم إيقافه سواء نقلل العقوبة أو نزودها إلا مع التحقيق والتحقيق مش موجود في كل هذه الحالات والتحقيق موجود في بعض الحالات الأخرى وده يدل أن اتحاد الكورة بيعمل بالمزاج مرة يحقق ومرة ما يحققش والعقوبة التي منعت من شيكابالا نفذت على إمام عشور ده ما تحققش وده ما تحققش فطبيعي ومنطقي كان من المفترض أيضا أن عقوبة إمام عشور اللي تم إقافه 12 مباراة لا تنفذ على اللاعب بمنطق وبقانون مركز التسويق والتحكيم وهي أن إذا لم يتم التحقيق مع أي لاعب ده تعتبر العقوبة نافذة وتلغى العقوبة لأنهما خلفوا اللوائح وخلفوا القانون اللي بيحتم عليهم أن هما يحققوا مع أي لاعب قبل اتخاذ أي قرار خصوصا في الحالات الانضباطية اللي فيها خروج عن النص أو خروج عن الأداب العامة داخل الملعب